السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بألف خير النهاردة وصفتنا وصفة صهلة ولديتا جدا للبوتيفور عايز اقول لكم ان البوتيفور من احلى الحلويات بجد ان احنا ممكن ناكلها في الايام العادية وكمان في العيب بس انا هعمل لكم النهاردة بطريقة جميلة جدا وسريعة كده وسهلة وزي ما انت شايفين كده شكله يفتح النفس بجد لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تضغطي الاشتراك وتفعالي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نسمي الله ونقول الطريقة او الوصفة بتاعاتنا عايز اقول لكم اول حاجة ان انا عملته زي ما انو شايفين كده بوني اللي هو شوكولاتة او بكاكاو والجزء الثاني عملته ابيض سادة شايفين شكله عامل ازاي حلو جدا ووصفته بسيطة جدا وكمان هنسويه بالتسوية المظبوطة اللي هو محتاجها عايز اقول لكم ان انا هعمل مقادير دلوقتي الكيلو انت حابة تعملي مقادير كوبايتين انا برضو هقولك مقادير الكوبايتين اللي هم بسيطة كده مش هتبقى كتير يعني ممكن تكون نص كيلو لما نخلصهم يعني نوزنه هتلاقي بتاع نص كيلو كده تمام هقولك مقادير الكيلو ومقادير الكوبايتين كوبايتين زي ما انت شايفين كده بنعجن كوبايت زبدة واساسي لازم يكون زبدة ما يكونش سامنة وبنحط معاها نص كوبايت سكر بودرة بنفضل نتحانهم كده لحد ما تلاقي لون الزبدة تتحول من اللون الاصفر للكريمي الفيتح خالص اه تمام بصونا لازم عمله بالمضرب كده لان هو ما ينفعش يتعمل اه ما ينفعش يتعمل كده بالايد لازم يتعمل بالمضرب اليدوي علشان نجاح البوتيفور في الضرب بتاع الزبدة مع السكر بودر زي ما انت شايفين كده حاطيت كوبايت زبدة بدرجة حرارة الغرفة وحاطيت معاها نص كوبايت زكر ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان خاضر هي لو صايحة هبوز منك العجين ولو مت ساق عجيمة برضو هبوز لك العجيم مش تبقى مظبوطة معاك فخليها بدرجة حرارة الغرفة عشان تظبط معاك تمام كده تمام كده هنوقف في الضرب وبعد كده هحط عليها صفور بيدا هخرم البداية هنزل منها كل البيض بعد كده هتفضلك الصفور هتروح يبقى ايه بنزل الصفور زي ما انت شايفين كده انا خرمت البيضا وبصوا بدأت كده ايه اهزها كده في طبق نزلت كل البيض خلاص كده هي ما بقاش فيها غير الصفور اهم حاجة انت تحط عليها رشة فانيلية رشة صغمانة قوي كده وبعد كده نرجعتين نضرب فيها اهو كده زي ما انتو شايفين نفضل نضرب فيها كده حابة حلوين وبعدين هنوقف المضرب وانا حابة ان انا نكمل بقيت الخلطة كده بقيت دي يعني لما حط الدقيق لاني خلاص ما فاضلش فيها غير ان انا حط لها الدقيق بتاعي وبعدين هحط عليها زرة الملح وابدأ اقلب خلاص هتكون اصلا العجينة جهزت معيكي والبيوتيفور جهز معيكي دي مقادير كيلو على فكرة مش مقادير الكوبايتين مش مقادير كيلو عايزين بقى احنا نعمل كيلو مش عايزين نعمل كوبايتين هقولك بقى مقادير كيلو الكيلو دقيق علي كيلو دقيق على فكرة بيبقى خمس كوبايت علي كيلو لربع زبدة واساسي معيكي زبدة ما ينفعش تعمليها بسنة زي ما انا اقولتلك عليها كوبايتين لربع سكر بودرة عليها اربعة صفار بيضة اربع صفار بيضة وعليها ربع معلقة صغيرة ملح او اللي هو شعرة ملحي كده عشان ما تبقاش كتير معيكي هاخد بيلك من الحيطة دي لان احنا بحطها سنة وبحط عليه بقى نص العجين بحط عليك الكاكاو او عايز ديها كلها بيضة براحتك زي ما انتو شايفين كده انا ضربتها ضربتين كده بس بعد كده هكمل لماها كله بيضة هوقف كده بقى يعني هوقف وهبدأ لماها كلها بيضة تمام كده بدأت بقى كده لماها بيضة لحد ما لقيها بقيت عجينة كده خلص يعني عايزة تتكور بقى تتعمل في المكانة براحتك وانا حبيك كده انا نعملها بالقمع دوت كان بتاع اللي هو اللي اللي ما صلي عن نبيه كيس الحلواني كيس الحلواني بيجي معيه اشكال كتير كده وانا اخترت الشكل دوت بس كيس الحلواني اللي انا جبته مطلقش حلو فاستخدمته على طول بس اللي 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 بتاعه لكن ما استخدمتش كيس الحلواني كله هلمها كده بقى بيضة لحد ما لقيها بدأت تبقى عجينة لقيتها محتاجة حبة زبدة تاني حطي على حسب ما انت بتلميها وانت هتبقى عارفة هي محتاجة تاني زبدة ولا لا تمام كده انا هو بلمها كده وبعد كده خلاص هي مش تحتاج مني اي حاجة تاني او الكاميرا فصلت او النور فصل في بعد كده بقى هابداء ان انا احطها كده في الصواني وعلى فكران استخدمنت صواني كتير جدا هي م شائله العجينة بتاعتها كانت خب حلوين يعني يعملو لي شوية حلوين như كده نعمل لكتير عاملى قباتين بس عملو لي مقدار حلو تمام كده نبدأ بنحط اها زي ما انتو شايفين كده في الصواني كده و بالشكل ده حب تغير القمع براحتك تعالوا نعمل بقى الجزء التاني بالسوكولاتة بصو دي كده حتة من العجين اللي فضلت معي عملتها بقى بالسوكولاتة حضيت عليها تلات معالق كبور كاكاو وبدأت اخلطه لحد ما بقى لون بوني حب ان انت تتغمق الكاكاو تفتحيه برضو ده حاجة ترجعلك اهو كده زي ما انتم شايفين كده هده تبقى كده حطها في الصووني برضو وعلى فكرة تسويطها بسيطة جدا ان انا هي ما بتخمرش ولا اي حاجة ولا بنريحها ولا اي حاجة من دي مجرد ما حاطتيها وشكلتها في الصووني بتاعتك هتولعي الفرن على درجة حرار 180 سيبيه يسخل لمدة ديتين تلاتة وبعد كده تدخلي الصووني ورا بعد كده في الرف الاوسط او اللي في النص دي يعني وخلاص اول ما تلاقي لونها بدأ يتغير من تحت هتطلعيها اهو كده زي ما انتم شايفين بصوا هي كده اللي سما دخلتش الفرن شايفين الجميل شكلها جميل جدا والشكل اللي يعجبك عامل ايه ساعات بنعمله طويل وممكن تزينيه برضو بالشكل اللي يعجبك تقدر تزينيه تلزقيه اتنين في بعض بالمربة تقدر تحطيها في شوكولاتة بس انا بصراحة هم عندي هنا بيحبوش الحلويات قوي فمش ما حبيتش ان انا احطي لهم شوكولاتة او اي حاجة انا حبيت اسبها لهم سيدة هم حابين ياكلوها سيدة بصو شكلها عامل ازاي طبعا دي بس غمقت شوية مني بس اللونها مش غامق لونها حلو ودي كده زي الفل ويرب الوصفة تكون عجبتكو ما تنسوا نيس في اللايك والشير لاسرار المطبخ مع خلود وقلولي رأيكو في الكومنتات واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة